لنقاش هذا الملف يحضروا معنا في استوديو الرافدين الكاتب والبحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري أهلا بكم أستاذ حياكم الله رغم كل هذه السياسات في القامع ومحاولة ترويع المتظاهرين برزت هذه السلمية التي يصر عليها كل الفئات في المشاركة في هذه التظاهرات ومنها نقابة المعلمين التي استأنفت من جديد اعتصاماتها ما مدى أهمية اعتصامات نقابة المعلمين تحديدا يعني أنا أعتقد أن لهذه الاعتصامات التي يقوم به الطلاب والمعلمين أهمية كبرى كون هذه الشريحة في أي مجتمع هي شريحة مهمة جدا يعني أنا أرى أن كل هؤلاء الشباب المنتفضين إذا لم تكن معهم الطبق الواعي والطبق المثقفة والتي هي في المستقبل هي من ستكون هي القائدة ربما كل هذه الحراكة كل هذه الترحيات لا يتم استثمار نتائجة أما إذا دخلت هذه الشريحة المهمة في المجتمع فنتوقع بأن هذه التظاهرات سيكون لها مستقبل حقيقي في تغيير حقيقي لهذا النظام لذلك الآن أكبر مصادر خوف هذا النظام من دخول هذه الشريحة المجتمعية وقد حاولوا مرارا وحاولوا عن طريق التخويف من خلال الفصل من خلال قطع الرواتب لكن هذا الأمر لم يجدي نفعا واستمر هذا الإضراب والآن بدأ يتفاقم الآن بدأ ينتشر إلى محافظات لم تكن في السابق قد دخلت في هذا الإضراب ونتوقع خيرا يعني من هذا الإضراب الطلابي من هذا الإضراب على مستوى المعلمين وحتى الجامعات الآن بدأت تدخل في مستوى الجامعات في مناطق أيضا حتى بعيدة يعني مثلا جامعة الأنبار في جامعات أخرى بعيدة الآن هناك في مدينة كاركوك إضراب طلابي هذا أمر يعني تغيير نوعي وتغيير خطير بالنسبة للنظام نحن نتوقع تغييرات حقيقية هذا هو سؤال القادمة الحقيقة أستاذ النظير يعني يبدو كما نلاحظ أن النقابة كانت على مستوى الحدث وتدخلت منذ وقت ليس بالقصير في الحقيقة في هذه المظاهرات ما أهمية دخول هذه الشريحة التي تكلمتم عنها إلى خط المظاهرات والمشاركة بهذا الزخم هل تعتقد أن هذا قد يغير المشهد أو يساهم في تغييره ولا سيما أننا نتحدث عن طلاب الثانوية وطلاب الجامعات وأنهم هم الذين يحددون مستقبل العراق يعني أنا في هذا المناسبة ولسؤالك أريد أن أسرد حادثة قرأتها على الفيسبوك يقول كاتب المشاركة يقول رأيت أحد الشباب العراقيين قد جاء إلى مدينة إسطنبول لكي يعالج أخيه الذي قد أصيب في التظاهرات ويقول جلسنا معه وتحدث بحماسة مفرطة وشجاعة وينتظر يعني أنه يرجع بعد أيام إلى بغداد ويستأنف التظاهرات لكن يقول سأناه ما هو مستقبل التظاهرات وما هو الأفق السياسي الذي تنون أن تغيره يقول بدأ يعني يتلعثم ويقول أشياء ربما لم تكن دقيقة جدا فيقول أنا أحمل هو كاتب المشاركة يقول أنا أحمل إن هذه الثورة لا سامح الله إذا فشلت في تحقيق أهدافها فالمسؤولية ستكون على الطبقة المثقفة العراقية لأنها لم تصوغ لهم الأبعاد والأهداف السياسية التي من الممكن تحقيقها وصياغة هذه الأهداف بحيث يتفهمها المجتمع الدولي ويستطيع تلبية هذه المطالب لذلك أنا أهيب بالطبقة المثقفة ومضمنهم الطبقة التعليمية وطبقة الطلاب هذه الشريحة الواعية والمثقفة والتي يعول عليها مستقبلا قيادة هذا البلد مشاركتها مشاركة مهمة جدا كون إن هذه الجماهير المدفع بعواطفهم ومن الضيم الذي عاشوا فيه ومن الفساد الذي يرى في أعينهم هذه الطاقات إذا لم ترشد بحكمة وتقاد من قبل ناس واعين ومثقفين ربما لا تصل إلى أهدافها لا سامح الله لذلك هذا التغيير نوعي في الحراك العراقي ولربما يبنى عليه أشياء كبيرة إن شاء الله نرى ثمارها في المستقبل إن شاء الله كيف تقرأ عمليات اعتقال الطلاب المشاركين في هذه التظاهرات أو تضييق عليهم من خلال غلق المدارس أو تهديدهم بالفصل سواء في المدارس أو الجامعات يعني ليس مستغربا على هذا النظام يعني هو من يخطف النساء ويخطف الفتيات ويقتل الناشطين ويقوم بكل هذه العمال هل يعني سيحجم عن محاربة طلبة بعمر الثمانة عشر والتسعة عشر أو طلبة الجامعات اللي هم في بداية العشرين أبدا غير مستغرب من هذا النظام أن يقوم بهذا الشيء لكن ما يفوت الفرصة على النظام بهذه الأعمال الإجرامية هي كثرة الحشود فيجب على الطلبة جميعا لتحصين أنفسهم أن يكونوا هم في جميعهم لا يتركوا مجموعة من الطلبة تعلن الإضراب وتبقى معزولة بينما إذا طلبت جميعا هم خرجوا إلى التظاهر وبدأوا الاعتصامات سيكون حصانة لجميع لأن النظام مهما كان قويا لا يستطيع التعامل مع هذه الأعداد يعني أعداد الطلبة عندنا في العراق على مستوى الإعدادية ومستوى الجامعات يقدر بمئات الآلاف هذه أرقام هائلة أرقام كبيرة لها دور حاسم في حسم المعادلة فأرى أن من الوفاء من الشعور بالمسؤولية أن يقوم هؤلاء الطلبة والهيئات التدرسية بدورهم الوطني وواجبهم وطني ووفاء للطبحيات التي ذهبت أن يقوموا بشيء يعني في طريق هذا النظام الذي يقوموا به على ما يبدو أستاذ نظير أن هناك تمدد وامتداد لهذه التظاهرات وصولا إلى المحافظات الشمالية والمحافظات الغربية من العراق والحكومة وقوى السلطة تخشى كثيرا من امتداد هذه المظاهرات بهذا الشكل أولا ما قيمة وما أهمية أن تمتد هذه المظاهرات في كافة المحافظات في الشمال وفي الغرب وفي المحافظات الأخرى ولماذا تخشى السلطة ذلك؟ يعني أنا قبل أن أجيبك على هذا السؤال أود أن أعتب كثيرا على بعض المثقفين أو أصحاب الرأي الذين يقولون ويتحججون بأعذار واهية ولا قيمة لها بأن السنة قد لاقوا ما لاقوا من الأهوال وهذا كلام صحيح وأن الدخول في هذا الأمر سيعرضهم للاتهام بالدعشنة وغيرها من الأمور وربما يبطشون بهم مرة ثانية يا أخي المناطق السنية الآن هي ماذا جنت وإذا سكتت ماذا ستجني مستقبلا؟ هذه فرصة لإسقاط هذا النظام الطائفي الذي يتعامل بالطائفي هذا النظام إذا فلت من هذه التظاهرات ورجع لسلطته وقوته سيبطش بالمناطق السنية والشيعية والكردية على حد سوى فهي فرصة يجب أن يتكاتف جميع العراقيين لخلاص من هذا النظام وليوصول إلى حالة مثالية لذلك ما نراه الآن هذا الوعي بدأ يتسرب إلى جميع العراقيين الآن لا ترى سني ولا شيعي ولا كردي يصرح بانتماءه إنما فقط يقول أنا عراقي وهذا تطور مذهل بل إن الدول التي تريد أن تبني أوطانها وتتقدم يجب أن تتسامع عن هذه التفرق الطائفية أو العنصرية وإلا سنكون مجتمع تكون الولاء للطائفة مقدم على الولاء الوطن وهذا مصيبة كبرى لأي بلد لذلك هذه فرصة للتوحيد لحمة الشعب العراقي وإعادة هذا النسيج الاجتماعي ولنكون هذا يعني مثل قبل ونتجاوز هذه الحقبة المظلمة التي جاءت بها الأحزاب ومزقت المجتمع العراقي أنا أقول يعني أهيب بالمناطق الشمالية والمناطق الوسطى والغربية أن تقوم نفس العنفوان ونفس القوة مع المحافظات الوسط والجنوب وإلا فإذا فاتت هذه الفرصة لربما لا تتكرر لربما عشرات سنين لذلك هي فرصة للتغيير فرصة حقيقية لبناء هذا الوطن فرصة حقيقية لجميع العراقين لا نقول هي ثورة شيعية ولا سنية ولا كورني هي ثورة عراقية هذا هو الانتماء الحقيقي لهذه الثورة ويجب أن نحافظ عليه انتلقا من هذه المسجدات الأخيرة خاصة الاعتصامات الطلاب والمعلمين وكل ما حصل خلال الأيام الأخيرة ما هي توقعاتكم لمستقبل هذه الثورة ومساعي الحكومة لإخمادها أنا ما أقوله وأرى في هذه الآن لا نتعامل مع المظاهرات ولا نتعامل مع التفاضة بل هي ثورة بكامل أركانها أنا أقف إجلالا لهؤلاء الشباب هم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة من مرحلة التصعيد إلى مرحلة التصعيد بطريقة مدروسة ومفهومة الآن استطاعوا في النجاح لإلفات نظر المجتمع الدولي هذا الذي كنا نتكلم فيه كثيرا في الأيام السابقة الآن وصلوا إلى هذه المرحلة أصبح المجتمع الدولي يلتفت لما يحدث في العراق وهو إنجاز مهم وترى التصعيد تدريجيا يكون بطرق علمية ودقيقة وهؤلاء مثل هؤلاء هم الذين سيكونون بنات هذا البلد لذلك أنا أتوقع أن هذا الحراك لن ينفض كما يتخيل هذا النظام هو كل يوم يعرض خطة جديدة لمحاولة احتوائها قبل ثلاثة أيام سمعنا بأنه عاكف على المحافظة على عادل عبد المهدي ومحاولة فضل التظاهرات بالقوة لكن تسربت الأنباء وفشلت بل أن المسؤولين الآن يتبرون من هذه الخطة والمرجعيات أيضا تتبرى من هذه الخطة والتأييد الذي حدث الآن من بعض الدول يأتي علينا الآن منهم متورطون مع هذا النظام ويدعون المعارضة مثل مقدس الصدر وغيره وغيره يقولون نحن نريد انتخابات مبكرة وليست بإشراف أمريكي ومن جاء بك إلى هذا السلطة من سمع بإسمك لولا الاحتلال الأمريكي أنت الآن ترضى بالاحتلال الإيراني وتترفع عن الاحتلال الأمريكي كما تعرف أستاذ النظير يبقى الشعب هو الأطول نفسا في الحقيقة من كل هذه الأنظمة والحكومات الزائلة أشكرك جزيلا أستاذ النظير الكاندوري للحديث بقية في لقاءة أخرى الكاتب والباحث السياسي كنت معنا في الأستدوى شكرا لك اشتركوا في القناة